32 بني آدم ماتوا متفحمين وراحت حياتهم في غمضة عين وكل ده بسبب محدش عمره هيتخيله تفاصيل اللحظات الأخيرة في حياة ضحايا حادث طريق الإسكندرية الصحراوي توجع القلب تعالوا نقول لكم التفاصيل خبر مفجع صحينا عليه النهاردة لحادث على طريق الإسكندرية الصحراوي لكن تفاصيل الحادث ده تبكي الحجر خاصة أن السبب كان غير متوقع نهائي وراحت حياته 32 فرد ده غير المصابين والبداية كانت بانتشار خبر عن حادث تصادم أكتر من 29 عربية وأوتوبيس على طريق الإسكندرية الصحراوي تحديدا عند كيلو 134 لكن المفجع أن كل العربيات اتفهمت والطريق تحول لقطع من جهنم في لحظة لكن تدخل إدارة المرور والدفاع المدني وانقطاع الموقف في سرعة يشهد لها الكل قبل ما النار تمسك في العربيات المحيطة بيهم والإسعاف كان موجود في كل مكان لنقل المصابين للمستشفيات المجورة للطريق وفي منهم اللي طلق العلاج في مكان الحادث لكن للأسف يشاء القدر أنه 32 يتوفوا محترقين بسبب الحادث وده اللي خلى ناس كتير تسأل هو ازاي العربيات دي كلها ولعت في وقت واحد وإيه اللي حصل أدى للتصادم الكبير ده خاصة أنه مش كلها كانت عربيات ملاكي ده كان فيه أوتوبيسات وميكروبسات وجميع أنواع النقل معقولة كل دول ما خدوش بالهم من الطريق لكن التحقيقات الأولية أثبتت أنه عربية من العربيات كان فيها تسريب للزيت ووقفت في الطريق كل اللي جاي من وراها ما كانش شايفها وبسبب الشبورة المائية اللي موجودة في الجو خبطت فيها طبعا مع قوة التصادم وأنه اللي جاي من ورا مش شايف أدى أن كل العربيات النار تمسك فيها في وقت واحد وكان الشارع اتحول لجهنم والنار بدأت تاكل في العربيات دي ولولا سرعة تعامل إدارة المرور والدفاع المدني مع الحادث كان حجم الخسائر البشرية هيكون أكبر من كده وده لأنهم قدروا بسرعة يسحبوا عدد كبير من المواطنين من سيارتهم ده غير أنه كان فيه أكتر من 30 عربية إسعاف في المكان ووزارة التضامن بدورها أعلنت عن صرف مبلغ 60 ألف جنيه لأسرة كل متوفي من الوزارة وبنك ناصر الاجتماعي ده غير المساعدات اللي هيتم تقدمها لكل مصاب على حسب نسبة العجز والإصابة وتقديم كل أوجه المساعدة للأسر المنكوبة ادعو للمتوفين بالرحمة والمغفرة وأنه ربنا يرزق أهلهم الصبر والسلوان ونتمنى السلامة والشفاء العاجل لكل المصابين